موسيقى بالفعل احنا ما نشرح نعود الى القضية في اصلها لكن راح ننأكد اليوم على الاشياء اللي حضرناها للجنة الانضباط وهذا هو الشيء المهم احنا نقول شيء لنأكد عليها اننا كادارة وكفريق وكأنصار نحن ضحايا هذه الاحداث ومعنا فيها اي مسئولية المسئولية كما قلت في الاحاديث السابقة تعود الى ادارة البرج كما هو معلوم الفريق المضيف هو مسئول عن التنظيم قبل المقابلة اثناء المقابلة وبعد المقابلة المسئولية اذا تعود مسئولية كاملة الى ادارة البرج ونحن ضحايا في هذه المقابلة اقول مثلا قضيت اليوم ما يقال انصرنا اشتاحوا الملعب هذا خطأ وهذا ارادة من الطرف الاخر الى تغليط الرأي الرياضي والتغليط ربما لجندة الانضباط كانت هناك عملية اخلاء للمدرجات بعد الرشق بالحجارة المتواصل لمدة عنية كبيرة فالمعلوم من الحلول الامنية انه يتم اخلاء للمدرجات ووضع المناصرين داخل الملعب وهذا اشيء اللي اجرى اما فيما يخص الحريق اللي كان في ارضية الملعب فانتم شفتوا سواء كنتوا في الملعب ولا في التلفاز ان الحريق بدأ لما كان رشق بالفيميجان للعب الخضيرية وربما كان من الاجدر توقيف المقابلة في تلك اللحظة لانه من معلوم لما يكون اللعبين في خطر فالمقابلة توقف مباشرة من اجل سلامة اللعبين ايضا في السؤال المطروح اليوم السيارات التي احرقت والسيارات التي كانت بها خسارة كبيرة هل من المعقول ان المناصر الطايفي يكسر سيارة عو هذا غير ما معقول فالسيارات التي احطمت والتي احرقت كلها كانت عن طريق مناصرين من البرج ايضا في القضية اليوم نسأل هل من المعقول ان المناصرين وفاقستيف يعملوا اعمال شغب وهم كانت النتيجة في صالحهم كانت النتيجة كنا ربحين في الاول ثم تعادل وهذه التعادل نتيجة ايجابية لنديم فاقستيف فاليوم هل هناك مبرر باش يقوموا انصروا فاقستيف بالتقريب لا يوجد اي مبرر وبهذا يعني ما عنا اي مسئولية في التقريب ولا في المشاكل اللي راي اليوم حبينها حبينها اي سبوها عنا للطرف الاخر وايذن يعني للسؤال يعني للمطروح هل يعني لما يكون اعمال شغب يكون يعني الطرف يعمل باعمال شغب والطرف الاخر يكون يعني مجروحة ويكون ضحية يعني مستحيل يعني هذا السؤال مطروح يعني اللي قام باعمال الشغب هما عاتت الشي واضح هما انصر البرج والضحايا كانوا اذا ضحايا يعني انتاعنا المجريح وشفتوا الناس اللي عندهم جروحة بريغة واللي طارت عين وطار واللي خيطولوا يعني في رأس تاعوا خيطولوا وكلكم يعني شفتوا هاد الامور هاد الاليوم احنا حضرنا يعني ملف وملف كبير باش نكون ان شاء الله غدوة في اللجنة الانذباط وراح ندافعوا اه ندافع الملف التعنا وان كان يعني ملف واضح يعني الامور هاد الواضحة وحنا رأنا باللي رأنا احنا ضحايا وباللي هم انصر البرج اللي قاموا باعمال اه الشغب الكوكي يعني كل الجميع يعرفوا انه يعني هذا المدرب يعني عنده مستوى يعني ثقافي عالي وعنده يعني حس كبير وهو انسان يعني لا عنده اخلاق اخلاق يعني اخلاق عالية وعمره ما يقوم بتصرف يعني ما ينزلش بالمستوى تعوي الى الشتم حتى يعني انه لما يعني قريت الرابورت على الحاكم يقول انسويتو يحط يعني انتر بارانتاز يعني بين قوسين يعني وكأنها يعني اكتبها ربما تحت تحت الضغط ما فالعني المدرب يعني ما عمره ما ماشتم وهذا يعني بجميع يعني لك انا سألت وتكلمت مع اللعبين تكلمت قال لك عمره ما اشتم عمره يعني ما ما متوصل يعني باش يقول هو الشي اللي قالوا وهذا من حقه انه يعني طلب اه تكلم مع الحاكم وطلب منه توقيف المباراة قالوا ان راي الارواح كما يقولوا بالفرنسي الارواح راي انجو قالوا حبس المقابلة هذا الشي اللي قال لا اكثر ولا اقل لا احنا كما قلت يعني نروحوا غدوا وروحوا يعني في اه لجنة اه لجنة يعني لجنة دفاع على الفريق وباش نجيبوا للحقوق متعنا ولكن الشي اللي رانا خايفة نخايفهم هنا كما يقولوا في السطيف ترعت في البرج وتصب في السطيف ان شاء الله ما تكونش ما يكونش هذا الشي وعتونا حقوقنا وما يكونش ما يكونش اي اي تظلم من اي طرف هاد المتضررين احنا ان شاء الله المتضررين اللي انصرنا احنا راح نعملوا عملية باش ان شاء الله نعوضهم وربما ربما يعني نطلب تعويضات عن طريق العدلة من من طرف العدلة لإدارة البرج باش تكون هناك تعويضات احنا حقيقة يعني كنا نتمنى هنا البطولة ما توقفش خاصة يعني الفريق التعنارة في منحة تصعودي لكن يعني لما نحط في ميزان يعني المرض مرض الكورونا وميزان يعني كرة تقدم اللي هي في حداتها العباء يعني ما فيش هناك تفكير فاذا كان يعني السلطات الصحية يعني اضطرت باش توقف في البطولة فهذا يعني شي نقبلوه بكل بكل الاريحية قمنا قمنا يعني بالاجراءات اجراءات اه الصحية فوضعنا في في الحجرة التي تغير الملابس يعني الامور يعني مثلا الكيدة الهواج للالكول اللي يستعملوه اللاعبين قبل الدخول مثلا اعملنا لهم يعني كل واحد عنده قارورة الماء الخاصة به يعني اجراءات اه وقائية باش لاقدر الله اذا انتشر يعني المرض في احد من الطاقم الاقطاقم الفريق ما ينتقلش ان شاء الله احنا قمنا يعني رسلنا يعني للفيدرالية وعرسلنا للرابط يعني باش تكون المقابلة يعني بالجمهور وعني نفرحوا للجمهور يعني باش يكون حاضر في المقابلة لكن على الاسف اه بالنظر الى الاوضاع السحية يعني نمر بها البلاد كلها يبقى من شبه المستحيل يعني باش تكون المقابلة بدون بجمهور يعني راح تسعين في المائة تكون بدون جمهور لا انا السعب الكريم مدور يعني هو صديق ومالفين يعني نتعامله مع بعض لكن في هذا يعني لا اوافقه انا اقول بان الفريق انت على مستهدف اه بدليل انما لما كانت يعني لما كنا يعني كانت المباريات واللقاءات ما كانش في صالحنا وكنا يعني كانت واحد ما تكلم واحد مهضر لما يعني رجعنا ورجعت النتائج اللي صالحنا وكأنه يعني الدنيا قامت كل يوم يجينا مشكلة 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 مع المدرب مشكلة مع المسئولين مشكلة مع اللاعبين فالامور واضحة بان الفريق مستهدف وحنا ان شاء الله نجري وعقب حقوقنا باش ان شاء الله الشي اللي عملناه طيلة الموسم مايروح الشهابة المنفورة في الاخير ما نساوش يعني باش نشكروا جميع من ساند الوفاق في هذه الظروف الصعبة من مسئولين وخاصة من ساوش اللاعبين السابقين اللي حقيقة يعني ادلوا بتصريحات تصريحات يعني اللي كانت يعني ترفع من معنويتنا معنويتنا احنا كاداريين ومعنوية اللاعبين ومعنوية الفريق ككل فشكه جزيلا موسيقى موسيقى